سلام عليكم لبنات كتيرين بخير اللي بس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في القناة مرحبا و الف مرحبة و كان شكر كل واحدة خدت لي خدت من وقتها و خدت لي تعليق و ما تنسوني شير البنات من لي لايك ولي بقي ما مشاركش معي في القناة يشرفني و تشارك معي في القناة فضلا و ليس أمرا بطبيعة الحال نيوما ان شاء الله غدي نقدم لكم هاد الحرشة بمرسيدة صراحة و زيت البلدية كتجي خطيرة بمعنى كريمة ديلة الوقت يعني ديلة البرد وبغيتكم صراحة تجربوا لان فعلا كتجي زوينا وبحل دي ما لعجبكم الفيديو ما تنسوش تباطجوا مع عائلة ديالكم و مع الأصدقاء ان شاء الله باش تكبروا للقناة و دي بندزوا المقادر و طرقة تحضير و ان شاء الله تتبعوا معي الفيديو من الأول حتى الاخر باش ان شاء الله تعرفوا على كل التفاصيل ان شاء الله بسم الله على باركة الله بالنسبة للمقادر ان شاء الله اللي غدي نحتاجه في هات الحرشة هادي عندي هنايا وحد ربعمائة قرام ديلة سميدة رقيقة دي كندروا بال بسبوسة خاصة بالحرشة و بالنسبة اللي ما عندوش هادا الميزان يدير ربعة الكيسان غدي نحتاج واحد خمارة من فئة ثمانية قرام او سبعة قرام دي كان عندي هنا واحد الكاس دي القمح بالنخالة دياله عندي واحد الكاس يعني بالمجموع عندي خمسمائة قرام نص كيلو اللي ما بغاش يدير القمح يكملوا بالكاس ديالة سميدة عندي هنا واحد نصف كاس ديالزيت البلدية واحد معلقة صغيرة عامرة ديالة نافع مطحون الملحة معلقة صغيرة دي ساندة انا كان بغاش فيها جينة محمرة انا ما بغاش ميدير هاش عندي واحد اربع معلقة ديال الخميرة الفورية او المعجونة والمكون الرئيسي هو هاد مرسيطة او تيميجا عندها بزف ديالاسماء كل واحد وشنك يسميها الصارحة عندها بزف ديالاسماء صافي حيت لها ديالك العواد اخديسها ديالك غيرها ديالك لوراق ديالها ما بعد قد نغسلها ان شاء الله مزيان وبنسبة رب حالة بحال نعناع كيف قلت لكم هدا هو الشكل ديالها غير هي الريحة ديالها كتكون مختلفة يعني من الريحة ديالها كتعرفوها اما كتوسيوا هادك الكيبة عن نعناع كيجيبها ديكم او كتوسيوا شي واحد كان جيب من العروبية كيجيبها ديكم معه الصراحة كتلقى في دلاجة لتح تكدروا غرفة بلاستيكة ميخي قلت حاجة كانت بقى مزيانة اول حاجة خليت سميدة غربلتها ربعت الكيسين كيف قلت لكم اللبنات ربعت الكيسين وكاس ديال القمح عليش درت القمح كان بغيت جينا شوية رطبة صافي درت الخميرة درت السانيدة درت النافع مني مكي بغيش النافع ما يديروش يعني ولكن الصراحة كيجيزوا انو مكاداش واحد الماضاق صافي عندي الخميرة بدت الملحة لحسب الدق ديالنا وبنسبة الخميرة يعني ضرورة يبقى انو غرب لواحد كانت تكون مكورة غدي تبقى مكورة لنفس ميضة صافي كان نخلطها تشي مزيان الصراحة هاد الحرش هادي دبا وقتها والبرد يعني الصراحة كتجيز وينة في البرد يما كتدروها الفطور يما كتدروها في الليل تعشو بيها صافي كانت مهم ضرور يكون هاد الزيت البلدية يعني ضروري في هاد الوصفة هادي يعني هي المكملة جادة الوصفة الصراحة صافي كان لبس مزيان هالتسميدة هادي كلب بس ها مزيان بس زيت اللي درتليها يعني كان بس 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 ها مزيان المهم من بعد ما بس بس مزيان هالتسميدة هادي كناخد خديت مرسيطة غسلتها يعني غسلتها مزيان ودرتها في كاس دي العاصر ودرت عليها شوية الماء وطحنتها يعني تحنوها مزيان وبالنسبة للماء لكنا خاصني كان زيد مره وبيني عادي بالنسبة لي انا مقدنيش الماء يعني بحال حرشة عادية ما تجيش مرخوفة بزاف وما تجيش عاود تقيلة بزاف يعني عادي بين وبين يعني انتم ما كتخلطون انتم ما كتتحكموا فيها صافزت انا شوية الماء يعني الماء هذه كان بقى نخلطها وكانتحكم في ذاك الحرشة ليالي يعني تقدرو تزيدو زعيطرة اللي كانت عندكم زعيطات هي تقدرو تزيدوها في العاود ما تديرو النافع تديرو زعيطرة مثلا يعني قاعد المواد هادا رمزيانة تزيدوها وما كاتباش لوغو ديالا كيجيز وين صراحة كيتواتا معها صافزة براني هدو القاوم اللي حصلت عليه عادي كناخد مقلة هادي انا اختيت هات المقلة التقيلة دي الوجدة كيجي يقول لها المقلة كيجي يقول لها الطاجين كل واحدة شنو كيسميها اه دهنتها بالزيت رشيتها بشوية تسمي درقيقة باش ما تلسقش لي هادا الحرشة هادي مباشرة يعني كننقرسها بالنسبة لي انا غادي نرفسها يعني يعني وخا ما تجيش مثلا مقادة او وخا تجيكم عوجها عادي حتى ما بعد غادي نرفسوها اما يعني اذا كنتو غادي تقدموها هاكا صينة ما ترفسوها متى حاجة حاولوا تدروها مقادة صافي كان نقرسها بالطريقة هادي صافي كان نرشو عليها هاكا سميدة من الفوق وكان نقادلها هاكا جناب يعني وخا قد نرفسها كان نقادل لها جناب كان تطلبها واحد شوية كان نقادلها تجناب هادو وقد رشها شوية بسميدة رقيقة من الفوق وانطقبها كامل الوسط باش ما تنفخش لي حتى فيها الخمارة صافي مباشرة ندرها الطيب ما غادي نخليها يعني در ترتاح للتحاجة كيف كتشوفوا البنات بالنسبة للطياب ديالها طياب ديالات صراحة ما كبغيش البوطة تكون ناقصة بزاف وما تكونش مجهدة يعني كتكون متوسطة يعني لاحة اللي نقصنا عليها البوطة بزاف كتجي عتاني بحلة يابسة ما كتجيش مزيانة وفي الصراحة يعني دي ما الحرشة قد ما كان عندنا الفورنو كبير قد ما كتجينا مزيانة ومحمرة ومقادة بطياب الصراحة ما ككون لك فورنو صغير تشويه كيعدب صافي كحركت هاك ها المقلة ما بيني ديالقيت هاك التحرك وعرفت على طابت كنقلبها في شي صينية ولفي شي حاجة صافي وكتتحمل لنا مجهة الاخرى يعني ممكن قلبوها يعني دقيقة تتحمل ما كتتخش معنا وحد وقت بزاف صافي البنات هادي الحرشة بقى سخونة آآ غدين ناخدها مع القادية للعود وغدين نحاول رفس بها هاد الحرشة هادي قلت لكم يعني إذا كنتوا بغين تدروها الطريقة ديروها كنتوا بغين تخليها غير عادية حتى تحطوها غير عادية كيف كتشوفوا البنات كتجير طبا بدك اللي قمح اللي كندير ديها ركتجير طبا يعني إذا كان عندكم شي واحد في الدار ما عندوش الدراس ولي كدروا رغاد يدعي معاك لها دي الوصفة هادي حتي كتجير طبا صافي كان قنبرك عليها هاكا اما كتخلي وهاكا شوية غليضة اما كتخلي وها لي بغيتو يعني القوة القاوم لي بغيتو انت هو ما وش بغيتوها مرفسة بزاف ولا شوية حتى كلي كي بغيت طريفتي بقوي بانو كلي كي يرفسة بزاف كلي كتشوفوا البنات هو دك صارحة دك مرسيطة كتعطاها واحد الاضافة زوينة يعني كعجبني ندير انت عشابيها المهم اما نفطر بها اما انت عشابها ولكن الاغلبية كنبغيوها كنت عشابها صارحة لحد كتجي زوينة وكتسخن يعني كتحسبها سكرادافيا مني كنتاكلها صافي كنبقى بها الطريقة هادي وواحد الحاجة لبنات يعني ما كنكون صافي احطها يعني اتيارها صافي رطيبتو وجدتو باش كنجي معها قد قد باش كتفقى سخونة وكنأكلها على خاطرين اه صافي كندير الزيت بالنسبة للمرحلة يعني كندير وفيها الزيت كتغيية شوية الزيت زيت البلدية بطبيعة الحال كنديرها كالقياس وهي مازال سخونة كندير لازلت العود وواحد الريحينة طالعة منا ما نقوش لكم يعني واحد الريحة زوينة صافي كنحرك بحلها كنبقى نحرك فاحتك يدخل في هادي الزيت البلدية بالنسبة اللي بقت لكم هاكا يعني بردات تاخدوها الكسكاس وتتخنوها في الكسكاس وفي الصراحة ما كينش ما حسن من هادي الماكلة اللي خطنا رجعو لها يعني هادي الماكلة هادي صراحة ما خطاش نفرطو فيها وبدأ التورات دينا يعني اكلها قديمة وصراحة عندها واحد اش كيف شا نقول لكم خستكم تجربوها تضقوها بعدها عادة تعرفوني عن اش كان دوي صافي اذا بدخلت هادي الزيت مزيان فيها صافي نقدمها كاف قبسيل او كدخليوها في قصر ايام ولي بغيت وقدمها كما واحد يبرد لاتاي نشحر على حقه وطريقه اني ضروري نقدمها معها كاتاي واجيوا مرحبا لبنات مرحبا والف مرحبا وسمحو دي لشاهدكم فيها وصافي ندير هاكا الزيت البلدية هاكا في الوسط اللي بغي يزيدو ولا بغي شي حاجة كيديرها لقدامو كنتمنىكم اللي بنات تجربوها تضروا يفتع على كيف جادكم وما تنسوني شاء اللي بنات من لي لايك ومن تعالق ديالكم اللي كتعطيني واحد صراحة واحد الاستمرارية في القناة وبسلام عليكم الى وصفة قادمة ان شاء الله خليتلكم مراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة